مرحبا بتوينس الكل مرحبا بكم في الكرونيك ديجور جديدة متع الاربعة واحد مايه الفين واربعة وعشرين كما وعدكم في اللايف متع البارح اليوم الكرونيك متع اليوم باش تكون مخصة لملف الافارقة في تونس هذا الملف الشائك هذا الملف الخطير هذا الملف اللي هو على غاية من الاهمية هذا الملف الا شعب التونسي او نسبة كبيرة من الشعب التونسي مازالت مهيش فاهمته اصلا علش مهيش فهمته لأنه فمى تواطق إعلامي في طرح هذا الملف لأنه كل المنابر الإعلامية كل وسائل الإعلام مجندة لتلهية الرأي العام وحتى كي تجبد على ملف الأفارقة ما تترحش الأسئلة اللي يلزمها تترح باش المواطن التونسي يتنور ويفهم دكوايل ساجي ويفهم شنو وعليش شنو اللي خليهم يجيوا لهنا علش هما لتوى لهنا برشة تساؤلات هاني باش نترحهم في الكرونيك متاع اليوم هذك علش المواطن التونسي مازال موش فهم بالضبط شنو موضوع الأفارقة شكون يقفوا راه فمى إرادة لحل هذا الملف ولا ما فماش وسائل الإعلام حتى كيف تجبد على ملف الأفارقة تحكي على حاجات متاع بوليميك ومتاع برس تناقش فيديوهات شفتوها دارت على مواقع التواصل الاجتماعي تعدي لك كان شي حاجة فيها اشتباكات مع الأمن مع قوات الأمن اشتباكات مع مواطنين توانسة وتخلي الأسئلة اللي يلزمها تترح شانبا هذك علش اليوم الكرونيك متاع اليوم باش نطرحوا فيها خمسة أسألة مفصيلية فيما يتعلق بملف الأفارقة وباش نحاولوا احنا نعطيوا بعض الإجابات لهذه الأسألة وربما الأسألة لما عنداش لها إجابات رأوا إجابات متاعنا ما نجموش نقولوها على المباشر تعرفوا علش دونك نستنو في هاوكا واضحة هي معناه من السؤال واضح كل شي نستنو في ردود رسمية من السلط المعنية هات نبدو بالسؤال اللول اللي هو سؤال استراتيجي وحاسم يعني الناس كل تسائلت كيفاش يدخلوا لتونس الأفارقة هذوما بالأعداد الغفيرة هذيك بالفلو اللي شفتوها ذاك احنا نعرفوا الكل للمصدر متاع المرور متاعهم معروف يعني يا أما الحدود الليبية أو الحدود الجزائرية ولهنا سؤال يترح سؤال آخر احنا هنا نتسائلوا مرة أخرى يا هل ترى عنا حرص حدود ولا معناش يا هل ترى حدودنا محروسة وإلا ميش محروسة يا هل ترى قاعدين يتعداوا بتسهيلات معتمدة معناها إكس بري قاعدين يدخلوا ولا قاعدين يغالطوا في حرس الحدود الموجود وهذوما الكل لهم راهوا أسألة يلزمها تترحوا يلزمنا ناخذوا عليها إجابات هذا سؤال لول وبالطريقة هذية راهوا باش معناه إذا كان باقي فما تجاهل للشعب التونسي وباقي فما تجاهل من السلطة التونسية راهنا باش نلقاهوا معناها أعداد مهولة من هنا لنهاية الصيف خطر التقس ماشيوا قاعدية حسن كما تشوفوا والهدف متاحهم هما يعني معلن يحبوا يغادروا الهدف المعلن متاحهم تعرفوه يحبوا يغادروا تونس معناها تونس منطقة عبور هذه أولا يعني من هنا لنهاية الصيف باش تلقاوا أعداد غفيرة وغفيرة جدا من الأفارقة جنوب الصحراء إذا كان باش يتم معناها التغاذي على هذا المرور وعدم أخذ إجراءات حازمة وجازمة وحينية وآنية لمنع والتقليص من الأعداد هذه اللي قاعدة تدخل فباش نلقاوا روحنا من هنا لأخر الصيف قدام معناها مئات الألاف من الأفارقة جنوب الصحراء هات نمشيوا للسؤال الثاني السؤال الثاني معناها هو حسب من تفكر وتوى وحكيت عليه قبل وزارة الشؤون الاجتماعية قالت في وقت ما كونها باش تعطي لها المهاجرين هذوما وفيقة تمنحهم من حقهم في التغتية الاجتماعية وهنا إذا كانت دولة تونسية مشات في الاتجاه هذية هذا شنو معناها؟ هذا معناها إلا هي قاعدة تشجع في الأفارقة باش يزيدوا يجيوا لتونس باش يزيدوا يستقروا لهنا دونك مدام يقول لك ما هي تونس قاعدة عمل لنا في تغتية اجتماعية يعني هذي اعتراف ضمني من الدولة التونسية إنها واثبت على توطينهم في تونس هذا السؤال الثاني اللي هو كيف كيف سؤال مفصلي وسؤال مهم وسؤال خطير اللي التوى من اللي اترحناه ما لقيناش إجابة نتفكر وقتها فما كرونيك وإلى لايف حكيت فيه على الموضوع هذي حكيت فيه على موضوع التغتية الاجتماعية وتلبت من منابر الإعلام إنها تستظيف وزير الشؤون الاجتماعية وتستظيف كوادر لوزارة الشؤون الاجتماعية وتفهمونا شنية حكاية هالوراق اللي يحبوا أو الورقة اللي يحبوا يوفروها للأفارقة باش يتمتعوا بحقوقهم هذي دونك خلنا خلنا نفهمو احنا باي نمشيوا للسؤال الثالث أو التساؤل الثالث تو احنا قاعدين نشوفوا في توابير شفتوا لكلكم الفيديوهات مؤخرا قاعدين نشوفوا في توابير متاع مهاجرين ياخذوا في الفلوس متاحهم من الحوالات متاحهم يعني كسوسواف من البوستة ولا من البنوك يعني من البنكة ولا ممكاتب البريد واحنا الهنا نعرفو هذي السؤال لما ترحطوش وسائل الإعلام ولا يلزمو يتطرح الديار احنا الهنا نعرفو الا ما تنجم انتي تاخذ الحوالة متاعك الا ما تستظهر وثيقة او تمد وثيقة يعني شو معنى تمد وثيقة هو بشمش انتي البوستة تشبد فلوس تو جيتك من دام الخارج بش تشبد فلوس من بوستة يخش تمشي انتي معناها هكا تقول وعطيني راني جيتني فلوس بسمي ماك بش تمد لوثيقة ولا وانتو ما تعرفوا الا معناها ديما في برشة تصريحات يقول لك راو احنا ما نجموش نسيطر عليهم خاطر معظمهم من غير هوية سامحني اللي هنا خن نسألها التناقذ هذي كيفاش هما من غير هوية وقعدين يجبدوا في الفلوس عن طريق الحوالات يعني البوستة التونسية والبنوك التونسي كيفاش يعطي فيهم في الفلوس خنفهم والبوستة كيفاش تعطي فيهم في الفلوس مايستظهر لهاش بمعناها بتاقت هوية كيفاش تمدلوا فلوس هوا مخالف للقانون فهمونا يعني شنو حابيت نقول لهنا نعفو القانون التونسي في الأمور ذي جازم راهو مينجمش يعطيك ويريسكي عاون بوستة وإلا معناها موظف في بانكة ولا في بوستة مينجمش يريسكي مغير ما تستظهر له انتي باسبور ولا بتاقت تعريف بشي مدلك ماندا ولا بشي مدلك مبلغ معين معناها من النقود دونك شنو حابيت نقول لهنا حابيت نقول إلا الدولة التونسية من خلال الأجهزة هذه اللي هي البوستة والبانكة إلى آخره عندها على الأقل مخزون متع بيانات اللي نسميوه باسدودوني معناها عندها على الأقل باسدودوني صغيرة مخزون من البيانات عن ناس هذوما يعني إذا كان هي الدولة التونسية ناوية بش ترجحهم هاي تعرف ما معناها الدول المتاحهم أضعف الإيميل كي بشي سظهر بطاقتو بشي جبد موندا انتي بطاقتو فيها منين جاي فيها الهوية متاع وشني دونك هاي تعرف مختقلون قبل القالونا ما نعرفوش حتى الدول المتاحهم منين جايين بالضبط دونك دولة تونسية قاعدة تعرف الدول المتاحهم وتعرف البلدان اللي جايوا منها وهنا نجم تتحرك هذي سؤال الثالث إذن علش ما تحركتش نمشيو لسؤال الرابع هنين حب نتسائل شنو دور المفوضية الأممية للمهاجرين تعرفوا أنتم إلا فما معناتها مفوضية أممية للمهاجرين إلا هي مهتمة بشأن هذا نحب نسأل إخي قاعدة تعاون في تونس ولا قاعدة ساكتة يعني هنا فما تواطق ولا ما فماش تواطق خاطر العملية هذية راي تطرح عديد التساؤلات على النوعية هذي من المنظمات اللي هي سبيسياليتي متاحة هذا مصدر الاهتمام متاحة ومركز الاهتمام متاحة هاتنا تعادوا لسؤال الخامس وهما ستة أسألة في الواقع ما همش خمسة هاتنا تعادوا لسؤال الخامس ولا فيه معناها الحقيقة تساؤلات كبيرة الحقيقة والله العظيم الواحد معاتش نرجمي يا سيدي لو فرضنا إنه بشيقع توطينهم هذي سؤال الخامس ولا به الفائدة لخنفهم من الدولة التونسية لو فرضنا إنه بشيقع توطينهم توقع دين معناها اللي نشوفوا فيه أحنا قاعدين نهزوا فيهم من بلاسة لبلاسة ولا وخنفهم في الخلاق هكا ولا وهما قاعدين يكونوا في مدن من الباش ومن اللوح ومن الورق ومسايبين في الطبيعة هكا معناها في تونس يا سيدي هات تعطينا البرنامج متاع الدولة التونسية إذا كان هي قررت بش توطنهم هنا فعلا فهمونا يا أخي شكون شاورت أجهزة الدولة شكون شاورت وعليش هالتعتيم هذا الكله وعليش الشعب مقصى من المعلومة ومن العملية هذية الكلها ومش عارف شو لقع دجرة في بلاده ومش معقول راه الشي هذية موش معقول قلتها قبل عملية إقصاء ممنهجة للشعب التونسي في القرارات المصيرية وفي المواضيع المصيرية الكيمة الموضوع هذية متاع الأفارقة جنوب الصحراء راه ومش لعبة به حكيت فيه قبل التساؤل الخامس هذية والتساؤل الثالث حكيت فيهم قبل في لايف قبل المفصل مش مش نعود نعطي تفاصيل فيهم لكن هات نطرح سؤال السادس والأخير فما أمور حياتية بسيطة راهي متاع كل يوم ياخي نائب أنت أي تونسي نجمي تسائل يقول لك ياخي العباد هذو ما قاعدين يخسلوا معناها عندهم ما قاعدين يخسلوا قاعدين يدوشوا قاعدين ينصفوا في حالتهم قاعدين المراكب يشتولد منهم وين تمشي بالضبط معناها السبيترات تقبل مغير هوية فهمون فهمون هذو ما رأوا حاجات إجرائية الصغير متاحه شكوم شكوكيه بيه البيبايكي طولده نوريسون ولا البيبيكي طولده شكوم شكوكيه بيه معناها كيف يوصلوا لسنة دراسة صغر هذو ما يخيبش يقراءه ولا ما يقراءهش فهمونا معناها ولا الولاد الصغار حتى هم متاحهم زادة هنوم سايبين حتى هم في الطبيعة يعني فما أمور حياتية يومية لابد أن الدولة تفكر فيها ولا بد أن الدولة توصل تلقى لها حلول تتوصل الحلول للحد منها ولا لتجاوزها للأزمة راي أزمة خانقة راي مش لعبة شيئة ذاه فما تقارير تحكي على تكاثرهم في تونس فما ما نعرش منها ما نحبش أن نعطي مصدر موش موثوق ولا معلومة ما هيش رسمية لكن شفتوا لكلكم جرائد إلكترونية تكتب على تزايد كبير للولادات متاحهم وعلى مشاكل كبيرة يعني هذي كله تترحه موجود ودور وسائل الإعلام إنها تنور توانسة ودور السلطة التونسية إنها تجاوب على التساؤلات هذية معناها إلا ما أحنا نخرجه نعمله نقاط تنويرية سواء دي لايف مباشرين ولا دي كرونيك كما هكا بش نحطه نقاط على الحروف بش نعطيه الأسئلة اللي يلزمها تتسأل يا رسول الله وينكم؟ وين هم المنابر الإعلامية؟ وينها مؤسسات الدولة؟ إن شاء الله نلقاه إجابة على الأقل هالتساؤلات الاختيرة إلا ترحنيها توى باحترامه بلا بيقى وبنقد موضوعي ومحترم كالعادة